بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو شباب وبنات اولى ثانوي مع اول فيديو من فيديوهات المراجعة النهائية للترمي التاني لمنهج اولى ثانوي في الفيديو ده كالعادة هنشتغل ان شاء الله من مراجعة جميلة جدا عملها مسيو عماد هوديب وليه كل الشكر والتقدير على المجهود الجبار اللي هو عمله شغل بحقيقة محترم جدا وهنبتدي ان شاء الله في الفيديو ده بمراجعة شاملة وعمة على كل ما ورد في الوحدة التالتة هنبتدي على طول في اهم الفوكابيلير اهم الكلمات اللي وردت في الوحدة التالتة فترات اليوم منتصف اليوم الساعة اتناشر بعد الظهر من بعد اتناشر لقبل المغرب فترة المساء اللي هي اول الليل فترة الليل فترة منتصف الليل ساعة اتناشر ليلة الكلمات ده بتبقى مهمة عشان بتيجي في قطع قطع الفهم ويسألك عليها بالساعات فيما بعد بعد كده بنتكلم عن حاجة اسمها بعض الاختصارات الاختصارات مهمة جدا لانها برضو بتيجي في الجمل او في التكست القطعة الفهم او في الوثيقة ويجيبها لك بشكلها التاني في الاسئلة سواء شوزي او فري وفو الاختصارات لها نوعين النوع الاول ان احنا بناخد نص الكلمة او تلت الكلمة الاولاني ونسيب الباقي الجزء التاني اللي هي لو هي عدد كبير من الكلمات بناخد اول حروف من كل كلمة هنلاقي اهم الكلمات زي الكلمات المترجم من الكلمات الموجود ويجبكي في الغدياء الكلمات المترجم من التجميع آآ public. طبعا الكلمات دي كتير ومرت علينا وشرحناها بالتفصيل في الشرح السابق لهذا الفيديو. من اهم الكلمات اللي نخبرنا ان هي ماسكولا. نخبرنا ان هي فها با والبا منطوقة وبعضها ا تحسي كده أنها مدية على ولكنها كلمة ماسكولا. لها هيكل العظم builds céder الأبрим الأ植 أچه لح jumping لحجرة ط decorative الأحيان وكteredعاجة سيس Eisaud الجديد نعيد كل شيء خلانة يشاركي يشاركي وحتى تشاركي يشاركي تحرك يشاركي وطنع وموضع يشاركي يشاركي موضوع يشاركي يشاركي tecnología كلمة المهمية يشاركي كلمة يشاركي يعني أنها أجل صديقية لكنها خواس وقال يشاركي اين فايله دي واقعي اين غم يون ريجل و اين ترس الاجئكة تحت ايضا داخل الهوزة دكمانتشين داخل مركز الوحزة ايضا المعلومات ويسا مهمة جدا ويساة ايضا خوزة ايضا ايضا الوهو تدي ايضا لشيئة كتابة ايضا ايضا الوهو ايضا دي ايضا دي ايضا 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 دي ايضا دي اتلاس الاتلاس بنيمال فيها اي كتب فيها كارت كارت يعني خرائط أربط كويس جدا بين كلمة أتلاس و كلمة كارت تمام الكلمة دي و كلمة أتلاس بدي هي قصة مصورة هي عبارة عن histoire ce sont des livres هي عبارة عن كتب avec des vignettes قصص مصورة أو مقاطع صور صغيرة par exemple على سبيل المثال زي زي حقا كده زي ميك دي 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 غبالك ان هي دي جمع لكن الدي دي ما بتخدش اس ما بتتمعش اسطونات من مدمجة الدي دي دي اعرف على طول ان هي فيلم أو فيديو فيلم أو فيديو سيدة يعرف على طول ان هي إكوتة إكوتة دو la ميزيك إزاي تسمع موسيقى أو إكوتة دي شانسون تسمع شانسون هنا ديكسيونار أساسي كلمة ديكسيونار مرتبطة بكلمة ديفينيسيون أو ترادكسيون ديفينيسيون تعريفات أو ترادكسيون هي ترجمة لقد يجب أن تكون إمهارة أناس ميجالات ميجالات أصدقاء المشريات لهما يعني على الزلاث في المرازم أو الشباب أممواع أموع أموكا Suchفقد هم الصورة هم صورة كتابة يجولوه و أكسدر ديما كما اتحدث أن يوجود فينكا برينسيين كبورز كما اتحدث فينك بحفوز وكبور حسين هم صورة ذلك الإنترنت لستدعات الأساسية يمتلك بشاركة في الانترنت التالية المواد الخرصية يتركز على المسكلين وطة للحصد وطة الناس والطبع وطة الحصد الثقال حسنًا الجميل العبور السلعين , الحجزة المنظمة هنا حققا ، أنا أخبرنا عنها على شكل مالذيب احتاج لك هنا في نهاية مشاعir أي مثل ، شكلو بلبسيئين أحتاج لك هنا نهاية معنا لكييي يتحسسسسل لتجموض من إيعجابات نجمع حول على المعلومات نجمع نساة أعجب لحجب ترقى الشخاف كتابه وحجب لحجب على الفداعية ترجم تازيلات سونك هي نقاط نقاط لغوية نقاط لغوية يعني بتديك كلمة حاجة بعنوان الكلمات الرئاسية او الكلمات المحورية او المفتاحية اللي موجودة في هناخد الكلمة وهنشوفها بتيجي ازاي او محتمل او جاتي ازاي بالفعل كلمة زي هي ممكن تبقى مأسكولا وتبقى ممكن تبقى فيمنها كي اي ابسان وجودوي من غائب اليوم اليس تكون غائبة نشاط هي كلمة فيمنها هتقول لي هي قلنا في ميناء اخدت كيل فيها دوزال واخدت في اكسن ا عشان هي في ميناء لي اخدت تن ها من شاطر من المذاكر للبوسيسيف عشان هي كلمة في ميناء ولكنها مبدوء بحارف وهو حرف الا بالتالي هتاخد تن ادوغي من الافعال المهمة جدا وهي افعال بتعبر عن الميول اي حاجة من المواد اغراض او الاشياء او المتعلقات اين اشياءكم اشياء انا تكونوا في الفصل هي طبعا جمع مؤنف عشان كده عاوض عنها بايده يساعد بساعد زميلي يحب اعيد الحايا اس طبعا جمع يم Rud menos لا كان يمكنك التعلي biحاح اليد اي اخايا الاجدي في الاجدهي يصل deixar باره تعطي اليسي لعرف تسمى أنه اصد تطبعا لعرف الإشجائج الناس تحبين таشكيلية اعيد المراقج الإ 어� hiss مستخدد بعض الSwين ونجد لعرف تعالir أزراج من قاتل في المدرسة أزراج من قاتل في مدرسة أعود معرفة الشغير مباشرة مع معرفة معرفة جميع وياً سعود حقيقي عندما تستخدم عندما تستطيع من المدرسة أحب العبيد جدد أعبرج أجل يحدث عرسل في الوصف هذا يُطع راسل فاهمة يتجادي ومكتب تكريب على الmbراس للمكتب في خاصة السيئة في مرسل في مكتب التعليم يدينا يدينا أيضاً بيونسي يدينا Estamos مجمع بيانسي يجب علينا أحضر أحضر أكتب لسيدي CDI مركز الوثائق والمعلومات في CDI يوجد بديد بطولة يجب بطولة يكسب بطولة العالم شانتز مغنية يوجد كلمة شانتر إذا اضعنا الـ وضعنا مكانها R لا يوجد شانتز مغنيات المفضلة كما هو مكانها هنا ي teenage عليه هذا ي opera يومٍ كمخز الأخذ كمخز كمخز في اليوم هل أفعل فرنسي الخ课 فلن أجسد الفرنسي لن تتلقى فلنسي وفلسي الليلة لن يتوقع الناس لكينا كيف عدد لن يتوقع بعناه لن يتوقع بعناه فلنسي ومن ثاني الناس لن يتوقع الإسم و erase الإنسان أعلم الناس لأددكاً صوري المعاربة التربية الوطنية تكون مادة دراسية جدول الحصص أو الجدول الزمني هناك كل فيها إلا واحدة علشان كلمة ما هو جدولك اليوم هيرد يقول عندي ما في الساعة التسعة وعندي فرنسا وعندي الساعة التنشر أتخ من الحاجات الجوهرية جدا ويأتي بعدها صفة طبعا هنا جاي سي بلوس أدجكتيف ماسكولا ودين نقطة الغائف الأهمية لو بتوصف حاجة مذكر أو مؤنس أو جمع ترامح حطية سي أوتوماتيكلي أو على طول لازم يأتي بعد سي أو صفة مذكر التاريخ سي فاسيل الفرنسي سي ميزيكال الفرنساوي حاجة موسيقية المات الماف سي ديفيسيل إنه رائع أو جميل إتخاها هنا بتوستخدم للpossession أكي إلا من إسات تخوس لمن تكون هذه المقلمة لتخوس إي أتومان المقلمة تكون لتومان فورنتور سكولار الأغراض المدرسية أو المستلزمات المدرسية أو الناها من شوية كالسان لفورنتور سكولار ما هي الأغراض دون مانساك يوجد وكالام ده كارر كتير كل شوية يوجد دي لفوري دي كايير دي لتخوس دون دي لتخوس يوجد دي ستيلو دي كريان دي فتر اكسيترا غري غري قلنا لها الصور الحديد بتاع المدرسة أو بتاع أي مكان أي صور حديد اسمه غري حتى بتفكرنا بكلمة الجرل بتاع الشوية جي رنديفو أنا عندي معاد أكوتي دو لغري دو لسي بجوار الصور المدرسة حد يشي فهم غلا جيمناز جيمناز هنا صالة الألعاب الرياضية جو في و جيمناز أنا أذهب إلى الجيمناز بور فير دي سبار عشان ألعب رياضة كلمة أر الساعة كالر يتيل من الأسئلة الجوهرية جدا السؤال عن الساعة كالر يتيل والإجابة إلي ورقم الساعة إلي ويتهر السؤال المهم جدا تسأل عن موعد محدد أو ساعة محددة مسبوقة بأ في أي ساعة توصل إلى المدرسة الساعة سبعة خمسين دقيقة إنتليجون زكي صديقي يكون زكي هنا أمي مسكولا فكلمة إنتليجون غير مسكولا إنترنت جبناها كثير ونا بزوان دانترنت مفروض يكون في هنا دي أو دي أبوستروف نحن نحتاجه إلى الإنترنت بور بور شرش دي زينفورمسيون عشان ندور على المعلومات جوهر الأيام المفضلة كال سان تي جوهر ما هي أيامك المفضلة جوهر لاندي و جودي الخبالي هنا في السؤال يعني جمع مزاك اللغة المفضلة ما هي لغتك المفضلة هنا بنتكلم على كلمة وهي كلمة في ميناء جبنا كلمة أو أداة الاستفهام فيها دزال أماكن المدرسة لسه تكلمنا عليها من شوية مكان كلمة جمع مزكر بالتالي جبنا لها كلمة ما الأماكن في الاماكن التي تحبها في مدرسة أحبها في المدرسة سوف أحب كذا وكذا مجالة مجالة أحبها في المدرسة أحب مجالة المدرسة المواد الدراسية ما المواد؟ هنا ماتير مؤنف جمع جبنا لها كال فيها دزال س المواد التي تفضلها أحبها في السيانس سلمات مينيون مينيون صفة بمعنى وسيم تتلع على الشخص الذي شكله حلو الشخص الوسيم الجميل الأمور كذا كيوت أحب أن تتعرفين أنا أتكلم على مين مينيون الوشيان مينيون الكلب يكون مينيون هو هذا اللي أنا أتكلم عليه مود مود المودة إنها مجالات موضية ميزيك جادور لا ميزيك جام لا ميزيك أو جام لغاب الغاب هو أنواع من أنواع الميزيك أشياء الأشياء هنا كلمة جمع وهي كلمة مذكر مهمة جدا عشان كده جاب لها كال بأل الاس كالوبجي مع الأشياء توجد دون تتخوص اللي عندك أو اللي معاك في مألمتك جاء إني راجل أنت يكريون دون ما تتخوص عندي كذا أو كذا في مألمتي كلمة أبجي من الكرارة الثاني كالسان لزوبجي دو تا كلاس إيهي الأشياء الموجودة في فصلك دون ما كلاس يليا دي شايز دي تابل اي بيرو مهم جدا وتحتية على طول بار سمان بار جور مهمة ومتطرد كبير هذا في الإمتحانات وأكيد ستشوف كماردد كلمة تسأل عن العدد واسم المعدود بيقل بعدها على طول جامعة كمارددد ours سيدي اللي عندك بار جوق في اليوم جاي 7 قور بار جوق سيدي 7 حصاص في اليوم بار سمان كماردد الحصاص أو اللي عندك في الأسبوع بار سمان طبعا هنا كلمة مفروض طك receptor فرانسي. عندي ثلاث حصص فرانسي في الأسبوع. يعني الشغف. اي هو شغفك او هويتك او الحاجة اللي بتحب تعملها. هي كلمة في منها عشان كده جاب لها كالبتدوزال. ما هي موهبتك? انا احب القراءة. فيزيك. الفيزيك. صعبة. ممكن حد يقول سهلة براحتك. يعني يسلف. المبخات تو. هو يسلفني كل شيء. غاكات. غاكات هو المضرب بتاع التنس او بتاع التنس الارضي او تنس الطاولة. غاكات. اكي لمن او الى من. اي سات غاكات. يكون هذا الراكات. هذا المضرب. الي اما كوبين. انه يكون الى زميلتي. او ابيير. اموال الي. هنا او بعضها اسم او ضمير. بمعنى الملكية. تعود الى فلان او الى فلان. ركرياتيون. ركرياتيون. تي ام لاركرياتيون او تي ام لاركري. انت بتحب البريك. او الفوسحة. رمان. انا بزوان در رمان. احنا محتاجين روائيات بور لير او نيستوار عشان او رقصة. او قصص. سال دو كلاس. الفوسول. الي يها 20 سال دو كلاس. دو كاان في منا سال في مدرستي. اس وي تي. اس وي تاي. لو استخدم هنا. اس وي تاي. كاختصار لكذا كذا. دي موجودة في طبعه الفين دانه اللتو كما موجودة قدام حضرتك. الرياضة. كلمة سبار بالفرنسي كلمة مفرد مذكر. تخوض كلاهي. زي ما وهي طبعا مفرد فجبنا فربي اتري هنا في المفرد واخد الطان وبرفيري ما اخدتش علامة التأنيس او اه بتاعت التأنيس جام لفوتبول جو جو او فوتبول طبعا فربي ام ل لكن فربي جو او سكولت السكولت اي اكوته دو تابلو الهيكل العظمي يكون بجوار السابور سوپر الي سوپر تون اوكدنتر الكمبيوتر بتاعك رائع سمپا تون كوبين سمپا تكنولوجي حيث التكنولوجي تكون حصة شيقة تران دو سبار ارضية الملعب او الملعب الرياضي الي ها تروى تران دو سبار دو مون لسي يوجد ثلاثة ملاعب الرياضية المفي مدرستي كي بيكدب توت لاجورني طول النهار او طول فترة اليوم جي كور توت لاجورني انا عندي حصص طول اليوم طول اليوم الدراسي هنا تخوس دون لاتخوس الي ها ستيلوم شعب كريو آآ الملعب او صالة الالعاب ويكند ويكند هو يوم السابت ويوم الحد بعتزر ان كنت بتكلم بسرعة انا حاسس بس ان الكلام بيتكرر والكلام مشروح ابي كده بالتفصيل او حابب ترجع على الشرح التفصيلي هتلاقي اللينكات موجودة في الديسكريبشن ان شاء الله هنبدأ هنا نتكلم عن النقاط طيب اول حاجة حرف ايه هو حرف عطف ايه بيربط بين اسمين او فعلين او جملتين كزا اند كزا اللي هو بيسوي الانجليش اند ايه خلاص عشان ما نقراش كتير اكسب خيمي لجو عشان تعبر عم يولك عشان تعبر عم يولك عندك افعال اساسية للاستحسان او لعدم الاستحسان فارب ادوري جادور جام او جام بوكو جام بخافير والثلاثة بيسوي بعض في المعنى بمعنى ايه طبعا لهم درجات بس هما الثلاثة يعبروا عن الاستحسان لكن لو قابل في الدوكيمون في الوافيقة جادور وجاء في الصحة وغلط قال لي الى جام طبعا هقوله صحة مش هقوله غلط وبيغير الفعلة لكن بيديك فعل في نفس الاتجاه او في نفس المعنى اللي هو يعبر عن الحب لكن لو راح الناحية الثانية وقال لك اكره يبقى هنا بيديك حاجة مختلفة او مخالفة او نو او نو لفظة بتتقال زي كلا ينهر يا الهي لا للتعبير عن السيان شيء ما او للتعبير عن المفاجأة او حاجة خضطك يعني او نو مزافر االسان دون لا كلاس مي ولكن مي من الكلمات اللي بتربب بين حكتين متعارضتين وده نقطة مهمة جدا لازم تبقى فاهمها جادور لمات انا بعشاء المف مي ولكن السان ديفيسيل هي صعبة دون مونيكول لا يوجد صلة العب رياضية مي ولكن اليا دوترين دوسبور يوجد ملعبين دوسبور ملعبين رياضي ملعبين للرياضي كوا خدناها في الشرح اول كده هي بتساوي الادة الاستفاهم ك او كاسك بمعنى ماذا ولكنها اما تيجي في اخر السؤال اما تيجي مع حرف جر وتستخدم اكتر في اللغة العمية سي كوا سا سي كوا ده اللي ممكن نقوله كاسكو سي ما هذا او سا فيديغ كوا هذا يعني ماذا برضو بتيجي في الاخر او كوا في اللغة العمية العادية كده كوا اللي هو بالبلد اقولك ايه ايه بالله جيت مين بالله كده احمد شافيه ايه هي بالزبط دي لانتغوغاسون الاستفهام هنبدأ نتكلم على الادات الاستفهام نرجع حاجات اخدناها الترمي الاول ونكمل عليهم الحاجات اللي اخدناها الترمي التاني من اهم الاستفهام هي اداة الاستفهام كي كي بتسأل عن الفاعل العاقل او المفعول العاقل بمعنى من بالانجلش هو مين كي يس او كي سي كي يليا من هذا من هي ليا سي مابروف ليا ايه ان كوبين دوتو ما سي لافوتو دكي الفوتو دي السورة بتاعت مين اوكي مع من خلاص نخبنا بانا لغالي دو فلان دو مع فمي دو وعاقل يبق اسأل عنها بدكي اوكي لازم تقيل في الاجابة اوك مي كوبين او 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 بعديها اسم عاقل الاستفاهم مهمة جدا هي ماذا يوجد في شنطتك ماذا يوجد في مقلمتك طبعا كل سؤال من دول لي إجابة منطقية ومن الكلمات اللي احنا أخذناها من شوية أداة الاستفهام الأساسية اللي جات في الدرس ده أو في اليونت دي تسأل عن العدد لازم يجي بعدها اسم تمييز جمع لازم يجي بعدها اسم جمع واخد بالك أن الاسم الجمع ده يجي قدامه ده أو ده أباستروف عشان بتيجي دايما شوزيه ونسبت لخبط أو المتشف الاسم جمعه منطقية ده أباستروف وكذلك أغالد كبير فان سحسح ونرى كمبيان دو سال دو كلاس إليا دون صنع لسي إليا 15 كلاس كمبيان دو تران دو سبور إليا دون صنع لسي إليا 3 تران دو سبور كمبيان دو إليه إليا دون تا كلاس إليا 30 إليه كمبيان دو كور تيالو لنده جي 7 كور إذن كل ماتلة يجي رقم أو عدد في الإجابة لازم تكون السؤال بكمبيان دو كمبيان دو كمبيان دو أباستروف كمبيان دو ولازم يجي بعدها كلمة جامعة زي ما شفنا كلمة مهمة جدا بتسأل بالإنجليش اللي هي بمعنى لماذا تسأل عن السبب لماذا تذهب إلى علشان أتصفح الإنترنت ليه بتروح النادي عشان ألعب فوتبول بيجي بعدها فعل في المصدر طبعا ممكن أجوب لأنه بيجي بعدها جملة كاملة كما أداة الاستفهام معناها الأساسي كيفة أو هاوم وبتستخدم في أكتر من حاجية أولا خدناها للسؤال عن الاسم وبعدين خدناها للسؤال عن الحال وبعدين خدناها للسؤال عن الوصف تمام ودول تلات عشان أساسية وهناخدها بعد كده في سنوية إن شاء الله للسؤال عن وسائل الموصلات أو الأدوات المستخدمة لحاجات كيف تفعل كذا تمام السؤال عن الاسم واشكالها كتير كمان سا فا كيف حالك أو كمان فا تي كمان اي تا كلاس كيف يكون فصلك هنا عايزك توصف الفصل لازم تديني أدجكتيف في الإجابة ما كلاسي جراند كمان اي نيكولا كيف يكون نيكولا إلي تميد لازم تديني أدجكتيف في الإجابة طالما السؤال بكمان وده أخذناه في الدرس بتاع الكاركتير السمات الشخصية في الترم الأو بعد كده السؤال عن الساعة عن طريق كالر كال هنا فيها دوزل لأن أر في منا بأشكاله الثلاثة ستة وعشرة الساعة اتنين موان وان اللي عشرين دقيقة أو اللي تلت الساعة خمسة اللي خمسة كل دي مدي تناشر مينوي تناشر مساءن تناشر بالليل مدي اي كار ساعة اتناشر وربع ستة ار موان لو كار إلا ربع إلي منوي اي دمي إلي اونز اير اي دمي هنا طبعا هنلاحظ الفرق بين دمي ونص ونص هنا دمي مسكولا عشان قابلها مسكولا هنا دمي أخذت ار عشان اللي قابلها كلمة ار في منا أكلوغ أكلوغ تسأل عن موعد محدد يعني بيكون في الإجابة لازم ساعة والساعة يكون قدامها حرف الجر في في موال أكلوغ يتيل أو أكلوغ يتعب برد في أي سيجي او أي وربي أكلوغ تسأل عن ميسكولا في أي صحر تسأل عن ميسكولا أكلوغ تسأل عن ميسكولا لازم نعيني أخذت او بعد ذا أكلوغ تسأل عن ميسكولا الساعة كام عندك كنترول دو مات جي كنترول دو مات او يتر وضحت جدا الاسئلة وضح جدا الاجابات وهناخد بالنا في الحاجات دي خصوصا في الايميل لما هيديك هو السؤال ويطلب منك الاجابة هنا جزئية مهمة جدا في الجرامير وشرحناها بالتفصيل اثناء الشرح هي الفرق بين الاربع اشكال بتوع كلمة كال كال قلنا ان هي صفة تستفهام يعني تتغير على حسب الكلمة اللي بتسأل عنها كال 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 نفس الصوت كال بقل واحدة بيجي بعدها كلمة مفرد مذكر زي ونركز يا شباب عشان دي النقطة غاية في الاهمية ولازم هتيجي في الامتحان بشكلين شكل الاول شوزي شكل التاني في الايميل تمام كال كونترول دو مات كال سبار تيام ايه الرياضة اللي بتحبها جام لفوتبال كال جور سوم نو ايه اليوم اللي احنا فيه النهاردة نو سام لوماردي طيب كال في حالة الفيميناء هتلاقيها كال ار ايه الساعة كام اا كال ار برضو بتسأل عن الموعد كال متيار ايه المادة المفضلة كال ميزيك ايه الموسيقى اللي انت بتحبها هنا افير مؤنس جامعة هتاخد كال فيها اس كال ايه طا باسيون ما هي هويتك كلمة باسيون كلمة في ميناء هتاخد كال في الفيميناء تركز على الكلام ده عشان هتلاقوه منتشر ومتكرر كتير وحنا بنحل اسئلة هنا للجامعة المفكر هتلاقي بعدها كلمات جامعة مذكر زي ما الاشياء ما الايام هنا في ميناء آآ بتيجي بعدها دايما كلمات في ميناء زي ما الالوان ما اللغات طبعا الاجابات واضحة جدا قدامك لو حاببت اراها ودي حاجة من الحاجات الجوهرية والرئاسية اللي مكملة معاك لغير تلتة سانوي ولازم تبقى واقف على رجليك كويس جدا وانت شغل فيها هتليقلها على القناة اكتر من فيديو شرح تفصيلي بس هقولها هنا في كلمتين وانت بتفكر فيها او انت بتشتغل عليها لازم يكون في اعتبارك حاجتين مهمين حاجة اسمها المالك انت بتتكلم على مين يترى على ج ولا نو لازم تحدد المالك الكل مالك بيدخلك في منطقة معينة لو بتتكلم على جوت بتدخل جوا مون مامي لو بتتكلم على نو يبقى نوتر 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 لو بتتكلم على تو يبقى تان تاتي بتتكلم على انتم يبقى بتتكلم على اي اسم عاقل مفرد او غير عاقل طبعا مفرد مزاكر او مفرد مؤنس ياخد اما لو اسم جمع غائب اه هياخده ايه لو ايه او هياخده تمام انت كده حددت المالك طالما حددت المالك دخلت في المنطقة بتاعته بعد ما دخلت في المنطقة بتاعته بتبدأ تفكر في المملوك المملوك ده هو اللي هيحدد لك انهي واحد من جوه المنطقة دي يعني لو بتتكلم على نفسك بتبص على المملوك فانت تمتلك ايه الم مكرسة او الوان مسلا الم يعني بكلمة مزاكر هتاخد ماء اه ترابيزة او مقلمة تروس تروس بكلمة مؤنس هتاخد ماء جمع هتاخد ماء وضحت الفكرة فهقرأ الاكزامبل دي وياريت نركز جواس جدا جون اي مان فرير جون يكون مان فرير اخويا انا انا هنا المالك فاخدت مان مع فرير المذكر تو يا تايزوبجي تو يا انت معاك هنا بيكلم على تو انت يبقى تايزوبجي اشياءك انت معاك اشياءك هو معاه مقلمته توما اي نوتر كوبان دو باسكيت توما يكون نوتر كوبان زميلنا هنا المالك هو نحن اخد نوتر عشان بعديها كوبان مفرد مذكر نوز افانو زعفار نحن معانا افير جامعة تاخدنا ان او اس هل انتم معاكم اشياءكم او اغراضكم هنا ايه الجامعة دخلتني في لر لر امي مفرد تاخد لر من غير اس هل هنا جامعة دخلتني في لر لر اكل جامعة تاخد لر افك اس هنا بيقول لحضرتك ان الاسم المفرد المؤنس المبدوء بحرف متحرك او اش سامتا يوضع امامه مان تانسان ودي نقطة مهمة جدا هتلاقي هنا كلمة اكل و امي و ايدي اكل مفرد مؤنس امي مفرد مؤنس ايدي مفرد مؤنس الطبيعي ان هما يخدوا ما او تا او سا ولكن ما تا سا اولهم اخرهم حرف افويل منطوق افويل منطوق والكلمة اللي بعديها تكون بدأة بفويل مش هينفع وبالتالي بنستبدل ما تا سا بمون تانسان ودي نقطة من النقاط المهمة اللي بتختبر الواد الفت او البنت الفتاية الفتاية يعني الشطرة يعني تمام نيجي بقى على نقطة بتصير شوية بلبلة وشوية ايه قلقل نحلها ازاي تعالوا نشوف مع بعض الضمير او لما جينا نستخدمه قلنا ان هو دايما ده في تصريف الفربي بتعامل بيساوي ايه الوالف المفرد وبالتالي بدأنا نستخدم معاه صفات الملكية اللي اننا ممكن بردو نستخدم معاه نوترنو طب ده على حسب ايه ده على حسب المعنى اللي موجود داخل التكست اعرف المعنى منين بيكون موضح لجوه الجملة هو بيكلم عن مين يعني هنا بيكلم على علي ايه موى علي وانا علي وانا قلت قبل كده لو موى دخلت في اي منطقة يعني مقصوب بيها نحن احنا هنا بنتكلم علينا احنا ان دي مقصوب بيها نحن بتصرف الفعل معاها على انها قيل ولكن لو جات ادجكتيف بوسيسيف بتستخدم نوتر او انا انا نوتر براف نحبه مدرسنا طب هنا نو نحن او ادار هنا اخب بالك برضو هنا بتكلم على نو او ادار صرف الفعل مع او على انها قيل في المفرد ولكن في الملكية استخدم نو ماتير سكولير طب هنا او نا سونساك لو ما فيش باقي دليل ان هي نو بتعتبرها مفرد ايه بتستخدم معها سونسا سي او نا سونساك ادو او نا سي دي في دي اما وتحديدا بقى بالنسبة لكتاب المدرسة الامثلة اللي جات فيه استخدمنا كتير مع الضمير او نوتر و نوتر الملكية عشان نعبر عن الملكية انا عملت لها فيديو مخصوص ممكن ترجعوله لو حد عندهم اي مشكلة فيها هتلاقوا شرح تفصيلي وبهدوء جدا ازاي نعبر عن ملكية اي شخص او اي شيء لاي شخص او لاي احد عندنا تلات طرق اساسية لسه احنا متكلمين حالا عن صفات الملكية ودي الطريقة الاساسية والرئاسية والمهمة جدا الطريقة التانية هي طريقة العطف او المضاف ومضاف الي ان انا بجيب كلمتين وحط بينهم حرف الجارد اقول مثلا سي الكتاب بتاع استي فاني الممكن نقول التجوم بطريقة التانية الى هي إطراق او نقولها بالتفاصيل الى اه ا ا ا ا ا ا ا ا صانب او ان هو يكون كتابه وده طبع من الطبع البتائكة للجومة الباردو كتير ce sont لز يمجته مارك هنا بنتكلم عن مارك يبقى انها تكون له. انها تكون اشيائه. انها تكون اشيائه. دي كتب او قصص المصورة بتاعت ايمان. انها تكون لها. انها تكون لها. الطريقة التالتة والاساسية في التعبير عن الملكية هي اتخ ا وبرضو شرحناها بالتفصيل يكون لي. يجي بعدها او يجي بعدها برونانتونيك. بتيجي مع الست دمائر الاساسية او التمن دمائر الاساسية. في اربعة بيتغيروا. في اربعة بيفضلوا كما هم وهتشوفوهم في الاكزامبل دي. هذه المجلة تكون لي. بير مفرد مذكر. هنشيله ونحط مكانه الوي. هذا الكتاب يكون لي. ليا. ليا مفرد مؤنس. هنشيلها ونحط مكانها ال. مارك و سامويل اتنين جامعة مذكر. هنشيلهم ونحط مكانهم او. دول اسمين بنات ليز اليا. مفرد جامعة مؤنس. هنحط مكانهم ال. هذا المكتب يكون للمدرس. مفرد مذكر. هنحط مكانه الوي. هزي الكتب تكون للتلاميذ. جامعة مذكر. هنشيلهم ونحط مكانهم او. لو ما قصوب بهم تلاميذ ولاد. او ال لو ما قصوب بهم تلاميذ بنات. ناخد بالنا النقاب تتحول الى او ازا جاء بعديها كلمة مفرد مذكر. وتتحول الى او ايكس لو جاء بعديها كلمة جامع زي ما شفنا في المثال ده. والمثال ده. وبنكرر نفس الجزئات تاني انه يمكننا استخدام تعبير اتر ا زائد اللي هو لسه اللي انه فوق ده. بدلا من صفاتي الملكية. انا ممكن اعبر عن ملكية كل حاجة الواحدة باكتر من تلات طرق زي ما اتفقنا. هذا يكون كتابي. هذه مقلمتي. إلي اموا. هل اموا. هو يكون ليحية تكون لي. اموا. دي بتيقية شباب ان نركز فيها. سي. ميز ابجت او ميز افار. ال سوا اموا. ال سوا اموا. تبع فقط يقولون من ه العلاه يقولون السي ازاي وبعدها كلمة جمع بتستخدم شوية في اللغة العمية. سي.تون كيير او تغم. إلي او يكون لك مجالاتك أو صورك تكون لك مكتبه أو سكارت خريطته له أو لها هذه تكون رواياته أو قصصه هنا طبعا رومان جمع مذكر قصص جمع مؤنس نعود عن الأولى بإيل ونعود عن الثانية بإيل تكون له أو أل تكون لها من حاجات الأساسية الشباب هو البرزن أو هو البرزن زي نصرف الأفعال هنا هنمر على أهم الأفعال اللي مرت علينا في الترم الأول وكمان في الترم الثاني هنبدأ هنا بفرب أفوار فعل الملكية المهم جدا جي تيا إلا نوزاون ووزاوه يلزون ألزون أتر فعل يكون ثاني أهم فعل في اللغة كلها جسوي تيا إلي نوزاوه فوزاوه يلزون ألزون يذهب الثالث أهم فعل في اللغة كلها جي تيا إلي نوزاوه يلزون نركز بين ذلك ونخلطش بينه بنوزاوه ونعرف أنه بقول للناس إيه ووار يرى أو يشوف جي تيا إلي نوزاوه يلزون نوزاوه يلزون ووزاوه مش بنمطق الأنت بخير يفضل فهنا بنطبق قاعدة الأفعال المجموعة الأولى زي وزي كل الأفعال الموجودة هنا دي جي پريفر تي پريفر إل پريفر نو پريفرون وو پريفر إل پريفر مانجي بتصرف عادي جدا إلا إن في ملاحظة هاتشوفها بالأحمر جو مانج تي مانج إل مانج نو مانجان وو مانجي إل مانج هيا دي الملاحظة بنحط أبل الونس كومنسي يبدأ طبعا كومنسي ده بمعنى يبدأ سابلي يسمى جو مابل تي تابل إل سابل نو نو سابلون فو فو سابلي إل أل سابل طيب سريعا جدا الشباب هنتكلم عن ايه أهم المواقف اللي جات لنا هنا المواقف الأول أو الأساسي هو إزاي تسأل وتوضح العدد ركز أو على كلمة نومبر طالما فيها نومبر يبقى السؤال ب والإجابة لازم يكون فيها عدد طيب إزاي تسأل وتجاوب عن أماكن المدرسة قلنا كتير السؤال ماذا يوجد في مدرستك والإجابات بتقول الحاجات اللي موجودة جوه المدرسة ازاي تسأل عن المدرسة وزي توصف المدرسة عشان تسأل عن وصف شخص أو شيء لازم تسأل بكلمة كومو كومو إيه كيف يكون المدرسة طبعا طالما سألت بكومو يبقى لازم الإجابة يكون فيها أدجكتيف صفات زي جراند وموديرن وهكذا ازاي تسأل وتقول الحاجات بتاعة الفصل أو الأشياء الموجودة داخل الفصل وده قلنا بالتفصيل وهنقوله تاني كيس كيليا دون لكلاس إيه الحاجات اللي موجودة في الفصل دون لكلاس إيه كذا وكذا وكذا ازاي تسأل عن كيف يكون الفصل وزي توصف الفصل بنفس أدات الاستفهام كومون إيه تاكلاس كيف يكون فصلك ولازم في الإجابة يكون فيها كلمة جراند أو موديرن أو هكذا ازاي تسأل وتجاوب عن الحاجات بتاعة المركز الوسائق والمعلومات قلنا قبل كده كيس كيليا دون لو سيدي ايه هنقول إليا كذا وكذا وكذا ازاي تسأل وتقول المواد المادة الدراسية أكيد بقى إيه المادة المفضلة شوف كل الأسئلة هتلاقيها بكل اللي فيها اتنين قال عشان كلمة ماتير مؤنس كلماتير كلماتير تماتير بريفيري آآ كلماتير 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 نفس القصة يا شباب وطبعا الإجابات بتكون مشتقة من السؤال على حسب الفرب اللي جاي في السؤال بنجاوب بالفرب في الإجابة طبعا هنا السؤال والإجابة عن الساعة فهنا هنركز بقى في إزاي تسألني لو بتسأل عن الساعة نفسها هتقول والإجابة وامثلة كتير جدا لو بنسأل عن موعد محدد يبقى تمام وهنا كم عدد الساعات اللي انت بتشتغلها والإجابة بتتنوع على حسب الأسئلة زي تسأل عن اليوم وتجاوب عن اليوم هو إحنا يوم النهاردة ننصوم كذا كالجوغ تويا فرنسي إيه اليوم اللي انت عندك فرنسي جي فرنسي وتديني اليوم وهنا طبعا ممكن كالي يبقى فيها إس وجور فيها إس ما عشان تبقى الأيام إيه الأيام اللي عندك فيها فرنسي دومون دي إدير لاريزون إزاي تسأل وتقول السبب أو لكوز طالما فيها كوز أو ريزون يبقى كل الأداة الاستفهام هي بوركوا بوركوا لماذا والإجابة بتكون في الغالب بدأ بور وبعدها فعل ونركز على الجزئة دي وممكن طبعا يبقى فيه الإجابة بدأ بوركوا لأنه ودي ليها فيديو مخصوص ممكن تدوروا عليه على القناة وتتابعوا بالتفصيل هو مش عليكوا يعني إزاي تسأل عن الشخص وتشير إلى الشخص ده خدنا الترم الأول تحديدا عن طريق السؤال بكي كل دي أسئلة عن شخص عاقل وبينجاوب عليه في الإجابة شخص عاقل إزاي تسأل وتوصف شخص ركز على كلمة دكرير دي فعل دكرير يصف سؤال عن وصف الشخص بكومو والإجابة لازم يكون فيها أدجكتيف خدنا الأدجكتيف بالتفصيل الترم الأول كانت عبارة عن كاركتير واخدناها في اليونت الرابعة أو في الوحدة الرابعة للسه هنعمل لها فيديو جاي إن شاء الله فيها برضو وصف أو صفات الشخصيات الأشخاص إكس بريمي أنا في سير إين متير زيتعبر عن رأيك في المواد تعبر عن رأيك بقى تقول اسم المادة وتقول سيفاصيل سيفاصيل فاصيل أو ديفسيل أو أميزون ممتع انترسون شيق وهكذا إكس بريمي لوجو سكولير زيتعبر عن ميولاك الدراسية ميولاك الدراسية بتقول بحب إيه ما بحب إيه عن طريق برضو جا دار جا دار جام جا بريفير وبعدها الأسماء المواد الدراسية إذا تسأل وتقول جدول حصصك أو جدول أعمالك ما هو جدول أعمالك وبعد الإجابة بتقول اليوم وتقول أنا عندي كذا وكذا وكذا زي ما هو واضح قدامك كده إذا تسأل وتعبر عن الهواية أو الشغف ما هي هوايتك جامل وسبار ما هي اللي انت بتحبو جامل كذا ما هي اللي ما بتحبوش ما بيحبش كذا ما هي ماذا تكره أنا بكره كذا كلام واضح جدا عشان تسلف حاجة أو انت تستلف حاجة أو حد يسلفك تسأل السؤال الطبيعي هل يمكنك أن تسلفني فعلا متصرف اللي هو الفعلا الثاني في المصدر اللي هو ممكن تسلفني طراجل وي بيان سور أيوة بالتأكيد أو دزولي آسف سوري جاني با دوسير لنيور أنا ممعيش كذا أو الكورية إلكترونيك الإيميلات أو البريد الإلكتروني وهو ببساطة يا شباب زي ما تعودنا وقلنا قبل كذا هو عبارة عن أسئلة وانت بتجاوب عليها لازم وبيختبرك هنا تحديدا في إذا فهمت السؤال وتجاوب عليه وبنسبة تسعين في المية بتاخد أجزاء السؤال كلها تحطها في الإجابة وتديني بس إجابة بسيطة جدا كلمة أو كلمتين بتضيفهم من عندك ردا على أداة الاستفهام الموجودة تمام؟ فهنا هتلاقي كيف تذهب إلى المدرسة؟ هتلاقيها متحولة إلى أو المفروض كلمة 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 كيف لماذا تذهب إلى المدرسة؟ هتقوم معي يجب لتجاوب تجل كلمة كلي لحدها الشياطية كلمة الكلمة الكلمات في سunterك في ستض vị أقول المجادة في الفريق وفي ستجد camp في أحداث وفي ستعادة تحديد普انا كلمة الكلمةıyor كلمة الكلمة الكلمات على الكلمات فلح like choppa فلحث اوي العام في الع Junو وعند些 اليوم في الدr فلحث ا史ابه واتهب Bouraha فلحث احسان يمكن الفيت تكون يفعلان تلاحظ ان تلات اسئلة عليهم تلات اجابات واضحين عشان على كل اجابة هيكون في درجة فياريت نركز ماذا يوجد في مدرستك كذا اين يكون الزملاء هنا بيسأل باين لازم الاجابة لازم تديني مكان يكونوا في الملعب او في في الحوش لماذا تحتاج الاطلاس ليس بسيقيا وضع بطارة إلى مردت على اين جنول اي اسأل اللقاء في كل sphere على اي اسأل الغام انه اسأل اللقاء في 11h هل تحتاج الوقت على مدرس لديك أيضا ترجمة أخيان في المنزل كانت القديمة في البناء في البناء في اليوم كالي يوجد الكريب لديك في سنة يوجد الكريب الذي لا أحبه انا لا أحب الليل احب الليل كالي اشترك؟ إسمā كله اشترك انتظرت، احباره كالي تشعر كلمتة؟ محبسة كمين تسمى سابقتك كيف تسمى كما كانت تشعر نفسك سابقتك؟ سابقتك كالوين سامقين يكون هناك في العدد أما بخصوص الموضوعات فعندنا خمس موضوعات أساسية تقريبا في الانتدي نبدأها بدكرير طن لسي يوصف مدرستك في أربع قمل طبعا الكلام ده مكرر طول الفيديو مدرستي رائعة يوجد ملعبين سالة ألعاب رياضية وملعب فناء الحوش خليه فناء أحسن حوش المدرسة ويوجد أيضا معامل نخبالنا من دون قطة غاية في الأهمية ولا يوجد دي كلمة ده إضافية بس هي عشان جابها لك هنا بروف فنقول لها المدرسين يكونوا لطاف نحفظ الصفات يا شباب هنا السوبر وهنا الجنال الهجراند إنه كبير دون مكلاس في فاصلي هناك تابلو ونبيرو ونورلاج في كذا وكذا وكذا هناك أيضا ويوجد أيضا إنه كارت دي جي بتخريطة مصر تابلو ونبارو ونبارو ومكلاس في جميع دي جينيه يوجد الكتب كيهة و كراسات و مألمة لا تخصيص نوع و بيتيت مألم تكون صوداء و صغيرة في المألمة يوجد كريون و مصدر يوجد أيضا كريون و رصاص و مصدر و مصدر و مصدر تكلم عن جدولك الزمن أو جدول حصصك في أثناء الووكيند لا أستطيع أن أسميها جدول حصص ولكن أسميها جدولك الزمن ما هي الأكتيفتي التي ترتبها أو تعملها في الووكيند هذا يكون يوم خاص يوم الصبح بصحة الساعة 8 سأذهب إلى تنس بعد الظهر سأذهب إلى المطعم لتناول الغداء مع أشخاص سأذهب إلى المطعم لتنس ونذهب إلى المطعم لتنس لتفرق إلى المطعم في المقارب يوم الثوالث في مجاناً ، يرامح الكثير من العالم جيدًاً ، ثم ، أخذ مجال ، فهذه الفئة المطبخة في النهاية ، أخذت من رجال ، فإن أغارب و أستطيع أن أتكلم من أجل قبل أن نكون قصنًا رأس من المتاركة السكولية فإنك تكلم على المواد المفضلة بالنسبة لك فأنت أتدري في الكثير من المواد المثال تكلم عليك الكثير من المواد المثال بحب جدا ده وده. جا دور اوسي وبعشق ايضا لاسيانس. ما بحبش التاريخ. انا بكره المث. واخد بالي من التعبير بجا نام بكرة. بتيجي كتير جدا في الكمبراهنسيون. بكده شباب يبقى خلصنا مراجعة عامة وشاملة على اهم الكلمات والموضوعات والقواعد الجرامير والتكات والحركات بتاعة الوحدة التالتة في الترمي التاني لأولى سنوي. ارجو يكون الفيديو عجبك وتابعونا باستمرار في الفيديو الجاي مع الوحدة الرابعة تلخيص لها ان شاء الله. ويليهم حل امتحانات كتير. شكرا جدا واشوفكم الفيديو الجاي. ما تنساش لو عجبك الفيديو. لايك وسبسكرايب وانشروع اعمالنا وخلوا صحابكم يتفرجوا. عشان تدعمونا اكتر ونكبر بيكم ان شاء الله. شكرا جدا مع فرنشاوي مسيو وليد مصطفى. au revoir.